25 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء لسد حاجيات السوق الوطنية خلال شهر رمضان بأسعار معقولة إجراءات لجأت إليها وزارة التجارة لتلبية حاجيات المواطنين المتزايدة وسط تطمينات بوفرة المواد وسعة الاستهلاك كما أن مخزون تلك المواد يكفي لستة أشهر قادمة الإجراءات لم يتم اتخاذها منذ شهور بالنسبة لي وفرة المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها خاصة المواطن وكل الترتيبات والمخزونات متوفرة بشكل عادي وبشكل كافي ومتوفر جدا الدولة أيضا أخذت قرار ودعمت رفعت الكوتا كما يقولون للملبانات باش في شهر رمضان وحتى بعد شهر رمضان إن شاء الله يعني يكون هذه المادة الحساسات تكون متوفرة بشكل عادي في أسواق وبخصوص الأسواق التجارية التي تم فتحها تزامنا وحلول شهر رمضان الفضيل فإن عددها قفز إلى 159 سوقا بعد أن كان العمل ماضي 57 فيما صخرت مصالح الرقابة 8900 مفاتشا لمراقبة المحلات التجارية والأسواق والوقوف على المخالفات ارتفع من 57 مثلا سوق كان منظم العام الماضي وارطأ معي الوزير هذه السنة لتكثيف وجود هذه الأسواق في كامل القطر الوطني وعددها حاليا وصل إلى 159 سوقا وهذه الأسواق الغارض من هذه الأسواق هو التقريب يعني المنتوج من المواطن إجراءات هدفها توفير المواد وسعة الاسهلاك للمواطن إضافة إلى تقريب المنتوج بأسعار معقولة خلال الشهر الفضيل فهل ستتحقق تطمينات وزارة التجارة هذه أم أن سيناريو الندرة وجشعة التجار سيعود بقوة في شهر الرحمة والغفران